العراق حل بالمرتبة الثانية والخمسين عالمياً والرابعة عربياً في إجمالي الناتج المحلي العالمي في التقرير السنوي الذي نشرته مجلة سي وورلد الأميركية للعام الحالي والذي قدر حجم الناتج المحلي بأكثر من 226 مليار دولار بما يمثل إجمالي القيمة السوقية النقدية لجميع السلع والخدمات المصنوعة داخل البلد في مدة محددة بالتأكيد هذا يقسم على عدد سكان إراق 40-41 مليون يطلع معدل الناتج الإجمالي للفرد العراقي أكثر من 5600 دولار لكنه لا تشعر أنه موزع بشكل عادل على الأفراد كلهم لأنه ما بيها عدال اجتماعية بالتوزيع ويبقى حصة الفرد لا تطابق ما نقسمه في هذا الرقم ولكن بحسب خبراء اقتصاد النفط فإن إجمالي الناتج المحلي المعلن وبهذا الرقم الكبير مرده إلى الارتفاع القياسي الحاصل في أسعار النفط منذ أشهر والذي بلغ ذروته في آذار مارس الماضي إذ حقق العراق فيه أكثر من 11 مليار دولار ما رفع حجم الإرادات المالية العراقية من عمليات إنتاج وتسويق النفط عالمية هذه الزيادة المتأتية في تسلسل المتقدم للعراق هي فقط في ارتفاعات عائدات النفط لقطاع النفط حصريا ولا يعبر عن انتعاش القطاعات الاقتصادية العراقية التي هي متراجعة بدرجة كبير لأسف أقصد قطاع الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها والجدير بالذكر أن هذا الرقم الكبير ولا يعكس تحسن القدرة الشرائية المواطن العراقي ولا رفاية المواطن العراقي وبحسب اقتصاديين فإن العراق يحقق وفرة مالية نتيجة إراداته من النفط والمنافذ الحدودية والرسوم الحكومية مقابل تراجع الوضع المعيشي للمواطنين ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال لمطالبة مجلس النواب بإقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والذي يقضي بتخصيص ما لا يزيد عن 25 تريليون دينار لقطاعات متعددة منها الزراعة ومفردات البطاقة التموينية إضافة إلى تخفيف الفقر وتحسين الخدمات وشراء السلعي الغذائية الأساسية أي برضى الحرة